الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة الكرام في الحلقة الماضية قرأنا على مسامعكم وصية نبي الله نوح لابنه نوح لما حضرته الوفاة قال لابنه أوصيك باثنتين وأنهاك عن اثنتين فوصاه الوصية الأولى وصاه بلا إله إلا الله تخيل أنت شوف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كيفاش كانوا يحرصوا على أبنائهم من ناحية الدين من ناحية العبادة من ناحية الأخلاق ومن ناحية التربية تعرفوا على لأن هذا هو الذي تستقيم به الحياة الحياة لا تستقيم بلا دين بلا توحيد بلا عبادة بلا أخلاق الحياة لا تستقيم بالعكس الحياة تولي شؤم وساء وتعاسى وشقاء فإن له معيشة ضنكة الذي يتنكى بالصراط المستقيم ما يشوفش السعادة محال ربما هكذا أمور سطحية لكن في قرارة النفس والله لا يعرف السعادة لأنه معرض عن الله كافر بالله مشرك به سبحانه وتعالى فنوح نبي الله عليه الصلاة والسلام لما بدأ الكلام مع وليده بدأه بهذا الوصية العظيم الجليلة قال عليك بلا إله إلا الله لما شأنها عظيم وأمرها خطير فهذه عباد الله هذه كلمة التوحيد ويدخل الإنسان الإسلام كما بهذه الكلمة ومن رحمة ربي بنا نحن المسلمين في بلاد الإسلام الحمد لله نشأنا فوجدنا الآباء والأمهات على الإسلام فنشأنا عليه في بعض المرات نكون في المسجد يجوج معي يقول لك كاين واحد أجنبي كافر أراد أن يدخل الإسلام نحب شهر إسلام وحب يدخل في الإسلام هذه التفاتة نبهكم لها انظروا إلينا الحمد لله نحن مجيناس للجوامع ورحنا للإمام قلنا له حبينا ندخل في الإسلام الحمد لله يا رب العالمين لكن الكافر الكافر إذا أراد إذا أراد الإسلام فإنه يدخل بلا إله إلا الله يدخل بها الإسلام فهو ولد على الفطرة أبواه يهودانه ينصرانه يمجسانه لأنه لم يكن لم يكن على الإسلام هو ولد على الفطرة ثم انحرف الأبوان يهودانه ينصرانه يمجسانه فالحمد لله نحمد الله على هذه النعمة وعلى هذه المنة عباد الله يسكن الإنسان المسلم في الآخرة يسكن دار السلام بلا إله إلا الله عباد الله من أجل هذه الوصية العظيمة وهي لا إله إلا الله وهي بين أمرين اثنين نفي وإثبات لا إله هذا نفي وفيها الإثبات إلا الله لا إله إلا الله هذه الكلمة من أجلها خلق الله الإنس والجن قال عز من قائل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون لا إله إلا الله وهذه القبلة التي نتجه إليها في صلاتنا ما كانت هذه القبلة إلا من أجل لا إله إلا الله والدنيا التي نعيشها الآن والدار الآخرة ما كانت الدنيا والآخرة إلا من أجل لا إله إلا الله وما خلق الله الجنة وما خلق الله النار إلا من أجل لا إله إلا الله وهذه الكتب الكتب السماوية التي أنزلها الله أنزلها الله من أجل لا إله إلا الله وهذه الرسل العدد الكثير من الرسل ومن الأنبياء اللي ابعثهم ربي عليهم الصلاة والسلام ابعثهم كامل من أجل لا إله إلا الله وهذا الجهاد اللي رب تعالى كتبع الأمة المحمدية سلت سيوف الجهاد من أجل لا إله إلا الله باشتع لا كلمة لا إله إلا الله كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلة لكن تكون كثة مننا وكثة مننا فنضع لا إله إلا الله في كفة سبحان الله ونجيب السماوات السبع ونجيب الأراضين السبع ونحطوها في كفة لا رجحت بهن لا إله إلا الله لعظمتها وجلالها ومكانتها وقدسيتها عند الله سبحانه وتعالى فأفضل الأعمال عباد الله أفضل الأعمال عند ربي هي لا إله إلا الله أن تقول ذلك مخلصا بقولك وفعلك لا إله إلا الله وهذه الكلمة هي أساس الملة رأس الأمر الإسلام لا إله إلا الله وأفضل ما يذكره الذاكرون في ذكرهم أفضل ذكر تقوله الذكر كثير كي الحمد لله كي سبحان الله كي الله أكبر أفضل الذكر هو لا إله إلا الله وأثقل شيء في الميزان عند الله أثقل شيء في الميزان عند الله هي هذه الكلمة ونختم لك الحديث هذا يجي شخص يوم القيامة عنده تسعة وتسعين سجل انتع ذنوبه سيئات ويحطهم ربي في كفة ويحط له ربي سبحانه وتعالى كلمة لا إله إلا الله في كفة هذه كفة فيها لا إله إلا الله وهذه كفة فيها تسعة وتسعين سجل انتع ذنوبه سيئاته معاصي لما كفة منه وكفة منه ترجح بيهم لا إله إلا الله كلمة عظيمة وشأنها عظيم من أخلصها لله وقام بأركانها وواجباتها وتجنب نواقظها تجنب النواقظ انتحها التي تفسد لا إله إلا الله فسبحان الله العلي العظيم هذه الكلمة من قالها مخلصا وكانت آخر كلمة في حياته الكلمة الناجية يقول العلماء الكلمة الناجية يتنجي من كان آخر كلامه لا إله إلا الله اش جزاء عند ربي هذا الثبات من الله وهذا الفضل وهذا العطاء وهذا المن وهذا الجود وهذا الكرم يثبت الله عبد المؤمن عند الموت فيقول ماذا فيقول لا إله إلا الله فمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله وين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة ومن قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة فساس انتع لا إله إلا الله أن تقول لا إله الله بإخلاص لله سبحانه وتعالى توحد الله سبحانه عز وجل وتعمل بمقتضى هذه الكلمة العظيمة التي هي لا إله إلا الله فنسأل الله عباد الله أن يثبتنا على هذه الكلمة وأنصح نفسي وأنصحكم نتعلم من اليوم أن نردد هذه الكلمة في ليلنا في نهارنا في جميع أوقاتنا نشغل ألسنتنا بهذه الكلمة فمن اعتاد على هذه الكلمة الطيبة ثبته الله عليها ولقي الله يوم القيامة بهذه الكلمة الطيبة التي هي نجاته وسعادته وفلاحه وأمنه وسلامه اللهم ثبتنا على لا إله إلا الله واجعلنا من أهل لا إله إلا الله واكتب لنا الأجر والثواب بلا إله إلا الله وآخر دعوانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين شكرا للمشاهدة